أبدأ الآن في الأنشطة أختار اللعبة التي أريدها أو أريد أن أدرب طالباتي عليها مثلا هذه اللعبة أقوم بالضغط على رابط اللعبة فيدخلني على اللعبة مباشرة إذا أردت كمعلمة أن أتابع طالباتي في حلهن لمراحل هذه اللعبة أضغط على تسجيل الدخول أقوم بإنشاء حساب والاسم الذي يريد أن يظهر في اسم الحساب هنا معلومات عن الدولة والنوع أتركها مثلا public لأكتب اسم المدرسة مكان أو بلد الحدث وهنا اختيار نعم أو لا على حسب إذا كنت تريد إرسال البريد أو لا نضغط موافق هنا ثم تسجيل أنا الآن مسجلة كمعلمة في ساعة البرمجة موسيقى